جاني سؤال من أخ متابع من الكويت الحبيبة يسألني يقول ليش المسلم مسموح ليتزوج مسيحية ويهودية والمسيح واليهوديين مش مسموح لهم يتزوجون من المسلمين هذا موضوع يحتاج حلقة لكن باختصار إن شاء الله راح أخصص حلقة باختصار أولا في حكم المسلم لا يجوز يتزوج إنسانة مسيحية ويهودية غير محصنة لا بد تكون محصنة إنسانة تكون بكر يعني الآن عندنا للأسف مسلمين يتزوجون من بريطانية سبعين واحد نايموا إياها حرام شرعا يا ناس فيه شروط فلا بد تكون إنسانة محصنة لا بد تكون إنسانة محترمة لا بد تكون من بيت طيب فهذه شروط أنك أنت لجل أنك أنت تتزوج هذه الإنسانة وتكون فعلا مسيحية ويهودية مش الآن معظمهم لا دينيين يعني أنت يا شاب يا مسلم يعني تقول لي أنا أتزوج بريطانية وأمريكية معظمهم لا دينيين كذلك من شروط هذا موضوع ضروري من شروط أنك تتزوج إنسانة كتابية مسيحية ويهودية أنك تكون ضامن وتشطرط عليها أن إذا أنجبت الولد يكون مسلم ويتسمى باسمك بعض الشراب ما يعرفون هالأمور فيشوف لك هالبيضة وهاالشقرة ويرعق وفي النهاية للأسف يطلعون إعيال والعيضة بالله كفار مثل هذا اللاعب الإسمين بابي يقال أن أم أعتقد مسلمة جزائرية يقال أنا أرجوكم صححوا لي يعني الآن لا نطعن في حد لكن هذا الإنسان مسيحي هذا الإنسان كافر فأنت شلو رضيته على أنفسكم فلا يجوز أنت يا شاب يا لتشوفني الآن تتزوج إنسانة وأنت تعلم في هذا الزمن كذلك أنا مرة طلعت أن لو بيدي الإفتاء سأحرم حاليا في هذا الزمن أحرم أن الرجل المسلم يتزوج من إنسانة في الغرب أو كتابية أو يهودية ليش؟ لأن نحن الآن أصبحنا يعني في موقف ضعيف أكيد مئة في المئة ولدك راح يطلع كافر زوجتك هذه اللي راح تتزوجها تنقلب عليك ما تقدر تقول لها كلمة كل القوانين معاها فأنت إنسان مسلم بتتزوج إنسانة راح تعتدي عليك راح كذا كذا بيطلعون عيال كفار فأنا أقول لكم حرام شرعا في هذا الزمن أن المسلم يتزوج كتابية طيب ليش مسموح للمسلم يتزوج كتابية ومش مسموح للكتاب يتزوج مسلما لأن المسلم يؤمن بسيدنا عيسى المسلم يؤمن بسيدنا موسى وراح يعيشوا إياه ويحترمها مستحيل يفلط على موسى وعيسى إحنا ما نسب هم يسبونا تخيلوا وليش ممنوعهم يتزوجون من المسلمات لأنه هو يسب محمد هو لا يؤمن بمحمد ولا يؤمن بالإسلام إحنا نؤمن فيه وهو ما يؤمنون فينا فكيف نزوجه بناتنا أخوي العزيز فأنا كعدت جاوب إجابات مختصرة وكذلك الله سمح ليش من الحكم الإسلام دين الحق فيقول لك الرجل اللي يتزوج لابد أن تكون عنده نية أن يدعو زوجته للإسلام يدعوها للإسلام مو بأن يتزوجوا يالله لها لابد أن تدعوها للإسلام ويقول لكم من الحكم أن هي بذن الله راح تدخل في الإسلام وهي راح تدعو أهلها للإسلام أنا أقول لكم فيه كتريين عندنا شباب كتريين متزوجين بريطانيات وهاي أسلمت هي أمها أسلمت أبوها أسلم فشوفوا شوال لما الإنسان يتزوج صح هي تسلم والإعيال يطلعون مسلمين وجابها عايشين في قطر قوانين مسلمة قوانين إسلامية لكن أنت تروح تتزوج أحد بريطانية في بريطانيا والله أنا ذاك اليوم واحد يبكي دم يقول زوجتي خذت ولدي وراحت بقرار من السوشل هذا اللي يسمونه السوشل ولا السوسيال ولا مدري مين خذوا ولده والآن ولده كافر فالموضوع طويل لا أريد أن أطل في هذا الموضوع في حكم كثيرة لكن هذه الحكم مش موجودة في هذا الزمن لأننا في زمن ضعف ضعف عشان كده أنا أحذر كثير من المسلمين لا تتزوج إنسانا من هالنوع لأن الآن وين المسيحية خلنا نتكلم صراحة وين المسيحية وين وين في حد الآن يقول لك الله قد نادر نادر لما تلاقي أسر محافظة ونادر لما تلاقي ناس متمسكين بالقيام والمبادئ أنت أنت إنسان مسلم تتزوج واحدة من هالنوع قبل قبل لما كان المسلم يتزوج كتابية ما في إنسانة مسيحية بوس شفايف وبوس مدري شنو وولد الجيران يبوس الآن روح أمريكا كلا يبوس فيها من باب الأخو والصد أنت ترضى كمسلم لا أريد أن أطيل إن شاء الله رح أخصص لكم حلقة أعزائي المشاهدين